الآن موعدنا مع موجز لأهم آخر الأنباء موجز التساعة صباحا مع مصطفى كفافي اتفضل مصطفى شكرا لك محمد التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية شريف الشربيني وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي طلع خلال هذا الاجتماع على الموقف التنفيذي لمبادرة رئاسية سكن لكل المصريين والتي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والإسثماري في عدد من المحافظات وقد شدد السيد الرئيس على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية كما تلقى السيد الرئيس اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال هذا الاتصال بشأن تطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلية على لبنان حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدم على الموقف المصري بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ورفض انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه مع استمرار التحذير المصري من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب وأكد السيد الرئيس على ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل الاتفاق لوقف اطلاق النار بقطاع غزة باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر وبما يسمح بدفع مصاري السلام وإقومة الدولة الفلسطية المستقلة لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية بالشرق الأوسط دعمت الدفاعات الإسرائيلية ضد الهجمات الإيرانية وأضاف بايدن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن فعالا وأشر إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم مع نظيره الإسرائيلي وأضح بايدن أن عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد وأكد أنه يجري مشاورات مع القادر الإسرائيليين بشأن كيفية الرد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن إيران ارتكبت خطأا كبيرا ستدفع ثمنه وأضاف خلال اجتماع الكابينت أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قد فشل وأشر أيضا إلى أنه سيفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن إسرائيل وتحقيق كافة أهداف الحرب أعلنت وزارة الدفاع الإيراني أنه إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض لهجوم قوي وضاف بيان صادر لوزارة الدفاع الإيرانية أنه إذا ردت إسرائيل على الهجوم فستواجه تدميرا واسع نطاق لبنيتها التحتية وعشر لأن طهران لم تستخدم بعد قدراتها الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر أعلنت وزارة الصحة اللونانية عن مقتل خمسة وخمسين شخصا وإصابة مائة وستة وخمسين آخرين قراء الغارات الإسرائيلية على البلاد يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله أنه حزب الله أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة وقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع من جانبه شرن الاحتلال الإسرائيلي عدة غرات على الضحية الجنوبية لبيروت وعلنت مصادر إسرائيلية أن صفرات الإنضار دوت في عدة مناطق بشبال إسرائيل يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة التطورات بمنطقة الشرق الأوسط يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعت مجلس الأمن إلى تعزيز تفويد قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والمعروفة بليون فل على تأمين الحدود بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني التقى تيم وولز مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي ومنافسه الجمهوري جي دي فانس في أول مناظرة انتخابية بينهما وخلالها قال فانس إن إدارة الرئيس جو بايدن تساهلت مع إيران وهو ما ساعد في التصعيد ضد إسرائيل وأشر لأن فترة الرئيس السهدق دونالد ترامب كانت أكثر استقرارا للمنطقة بفضل موقفه الصريح والداعم لإسرائيل من جانبه أكد وولز أن سياسة ترامب تجاه إيران كانت كارثية وعودته شكلت خطرا على الاستقرار العالمي دعية الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل